موضوعنا الأول هو عن الضحية التي أثرتها المغنية اللبنانية نينا عبد الملك التي بدأت مشوارها الفني في الموسم الثامن من ستار أكاديمي سنة 2011 لتتزوج نينا من المذيع السوري حسان الشيخ الذي يعمل معد ومقدم لبرنامج صباحي وداع الهواء مباشرة من إذاعة ستار اف ايم التابعة لشركة أبو ظبي للإعلام المثير للجدل هو انتشار فيديو لنينة على صفحتها ليتم مشاركة هذا اللقاء الذي جمع نينة مع زوجها حسان ضمن برنامج تحدثت فيها عن النسوية نشاهد مقاطع من هذا اللقاء ونعود الرجال عنده شغلته بالمجتمع والمرأة عنده شغلته أنا ضد الفكر اللي بيقول أنه المرأة بس لازم خلقت بالحياة بس لتجيب ولاد بس هيدا أو لتتجوز أو تعمل عائلة بس هيدا مهنتها الأولى يعني ما بعرف ليه الفاميناست هالأضغط بنين من الحياة ومن الرجال ومن الهيدا هو يعني الله عطينا عطينا يعني أسمى 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 الوظائف مهمات بالحياة الدنيا أم الدنيا مرة يعني ما بعرف ليه هالقد مستئين ليه عبالكم تكونوا رجال ليه عبالكم تتحملوا هالمسئوليات الصعبة دعونا نتابع لبعض من التعليقات التي جاءت حول هذا اللقاء التعليق الأول أو البوست الأول لشيرين المسواحرة بدنا نصير رجال أسمى المهم أنه تكاثر مع هيك أنا برأيي لو أنت ما بقى بتتكاثري بيكون أحسن وإن تصار التكاثر إنجاز فرض المرأة كانت عاقر ما بتجيب ولاد هذا يعني أنه هي ما لها بقى وظيفة بالدنيا صارت رجل كرسي وبعدين عم تسألي ليش بدي أتحمل هيدا الشي واشتغل وأعمل وساوي تعرفي ليش بكل بساطة لأنه فيني أفضل تعرفي شو يعني نسوية وبعدين تناقشي بالموضوع لأني ما بعرف أنت وزوجك منين جايبين هالأفكار الرجعية نسوية هي اللي بتدعمك بقرارك أنه تجيب ولاد ونفس الوقت عم بتوقف مع نساء يلي بالمجتمع واقفين بوجه طموحاتهم واختياراتهم بالحياة أيضا البست الآخر لا نوار رح نشوف رأي الرجال أيضا بهذا الموضوع المشكلة أني كتير حاولت اتجاهل الفيديو بس كل ما أنسى بيطلع بوجهي والكومنت ما فشل لأهري بصفتها شو حددت أنه المهمة الأولى للنساء بالحياة هي أنه تتكاثر لا أوليك لها المفردة اللي مستخدمتها تجربتك وأنتي حرة فيها وعاجبتك بس لا تعميمية يا بنتي لعما روحت التاريخ النضال لأنه سوي كله في طيس بعدين مو ممسوحة مو ممسوحة شخصيتها بالمرة والتاني لسه أحلى منها مشان هيك اتجوستك أيضا بوست آخر من مونة حضرتها الفيديو وأنا عم أشتغل الساعة 12 بالليل وميتة تعب وصر لي كده يوم ما نيمة من الشغل ومع هيك ما قدرت أتقبل هيك حكي لأتذكر أنه الحمد لله كل وقت اللي شغلي عيلتي ونفسي وما مقصرة بالشي كل اللي معي بيشغل رجال وما بحياتهم ما حسسوني أني أنا غير عنهم لأني بنت محيط الشخص هو اللي بنجحه أو بيخليه يفشل طبعا مع احترام لكن الشخص عنده وجهات نظر خاصة فيه هيدا الفيديو إثبات أن السبب هو تخلف هالمجتمع مش بس شخص معين أيضا بوست آخر لليزا مش عارفة أخبط ولا ألتم ولا إيش أعمل إيش أيضا بوست آخر لزينب لما تجربي ميت شي وبتفشلي فبتقرري أنه المرة اللي بتسمع كلمة جوزة بتكون بتسمع كلمة الحكومة بصوت أسعد طبعا بتقصد بأسعد أسعد بضيعة ضيعة أيضا بوست آخر من ناقة من البصرة الله يقطعني من المي بنص الموصل وبين المعارك التكفيرية إذا فهمت شو بدك أو عم شو عم تشرحي لا لغة عربية ولا أجنبية ولا عقل ولا أيضا كلام إذن كانت هذه هي البوستات التي جاءت حول هذا اللقاء